بسم الله الرحمن الرحيم سيتم شرح الأنشطة والمصادر نذهب إلى المقرن المطلوب يوجد أربع مواضية تغيير اسم الموضوع نذهب إلى تحرير نكتب الأسبوع الأول Enter تم تغيير اسم الموضوع إضافة Activity or Resource نجد أنشطة والمصادر نجد أنشطة ومصادر الأنشطة هي عبارة عن ملفات أو عناصر التي يطلب من الطالب المشاركة بها وفي الغالب يكون لها وقت محدد يحصل الطالب على درجات من خلالها وتستخدم لتقييم الطالب من ضمن الكوزات والاختبار والAssignment أما المصادر هي ملفات وعناصر الموجهة من الأسادة إلى الطالب لتعزيز العملية التعليمية لا يطلب من الطالب المشاركة بها ولا تدخل ضمن درجات الطالب من ضمنها ملفات Excel Powerpoint ملفات مساعدة لهذا المساق لإضافة ملف لهذا المساق نذهب إلى ملف أضف اسم الملف الوحدة الأولى وصف الملف نتحدث عن مقدمة أضف الملف من هنا أو نضغط على السهم الأزرق رفع الملف choose file سيكون الملف المرفوع إما Word أو Excel أو PowerPoint أو PDF نضغط على الوحدة الأولى open حمل هذا الملف يتم تحميله حفظ والعودة إلى المقرر تم تحميل الملف إذا حدث خطأ في الملف نذهب إلى حرر تغيير العددات نضغط على ملف نضغط على ملف حزف تم نتغيير الملف بالملف الصحيح رفع choose file ونختار الملف مرة أخرى حمل هذا الملف وهكذا تم تصحيح الملف نضغط على الأسهم الأربع ونسحب إلى المكان الصحيح في الموضوع الذي نريده لإضافة مصدر آخر مثلاً فيديو توضيحي resource نضغط على رابط إلكتروني أضف الفيديو التوضيحي مثلاً أساليب البحث أو CV مثلاً نكتب CV الرابط الخارجي نسخ الرابط وإنه المضح في الموضوع في الموضوع في الموضوع ونضغط على insert media link URL اضافة الملف على اسم معين نكتب CV insert media يتم إدراج الفيديو المراد في الأسوال الأول ويتم أيضا تحريكه على الموضع الصحيح الذي نريده وبالتالي نستطيع إضافة باور بوينت إضافة ملفات أخرى إضافة فيديوهات على المصادر إضافة ضوء 2 إضافة مصدر آخر يوجد عندك الكتاب هو إضافة مادة تعليمية ضخمة تتكون مع عدة صفحات إذا كان الفهرس أو إضافة صفحة واحدة نضغط على صفحة والمجلد لترتيب الملفات داخل مجلد واحد وهكذا لإضافة نشاط نزاب الأنشطة من ضمن النشطات يوجد Assignment إضافة Assignment هي الواجبات اسم الواجب الواجب الأول وصف للواجب لإضافة الواجب نضغط هنا رفع الملف Choose File Assignment سيكون الملف إما PDF أو Word أو PowerPoint حمل هذا الملف في خيارات أخرى تظهر لنا متى يظهر الواجب أو Assignment للطالب نحدد التاريخ 12 مارس 2020 في الوقت الذي نحدده هذا الساعة واحدة صباحا و4 دقائق مثلا تمكين ومتى المدة المسموح بها متى يتم إغلاق للassignment وعدم استقبال واجبات أخرى طبعا تمكين تمكين بعمل حفظ الآن نظهر الواجب لكي نعرف كيف يظهر للطالب نذهب إلى خصائص تحويل الدور إلى نختار الطالب تظهر صفحة المدرس كما هي ظاهرة للطالب الواجب الواجب يظهر أنه 12 مارس هو اليوم طبعا يكون نوع التمت يعني فيش محاولات للرفع يعني للطالب ولا في درجة مرصودة وسوف ينتهي يوم الخميس 19 مارس الوقت المتوقي 6 أيام و 10 ساعات طبعا أيضا الضهر الطالب على Add Subction حجد الواجب طبعا بعد ما ينتي بنحل الواجب برفق تم رفع الواجب من هنا كما هي الطريقة الأخرى هي للطالب الآن نرجع إلى الدور الأصلي طبيعي طبعا أنا لن أكون في هذه الصفحة الآن اختفت كلمة تحرير نذهب إلى خصائص تشغيل التحرير لو أنا أرد تعديل الوقت للواجب حرير تغيير العددات نعطي الوقت ويتم تعديله نذهب إلى هنا يوجد خاصية تسمح لعدد مرات من الأبلود للطالب ممكن أسمح له فقط ثلاث مرات أنه يعمل أبلود ويعمل تعديل للملف وعمل حفظ الآن في عندي الواجب وتم تعديله تم تعديله أنه السبت 14 مارس يعني يوم 11 ساعات لإضافة نشط آخر مثلا امتحان نذهب نختار امتحان أضف نقطع امتحان الشهر الأول مقدمة تسكريبشن على الانتحان التايمينج متى سوف يبدأ الانتحان نضع تمكين نختار الوقت المحدد مثلا غدا 13 مارس 2020 الساعة الواحدة مثلا الساعة الواحدة هي 13 اغلق الانتحان يغلق امتحان 13 مارس 2020 الساعة الثانية مدد الوقت المحدد الانتحان تمكين عشان اديني وقت محين طانية ساعات ساعة واحدة فقط للامتحان الامتحان سوف يتم احتسابه مباشرة وتمكيني الدرجة طبعا تصديف الدرجة تغير مصنف درجة الامتحان نضغط الامتحان المحاولات مسبوح بها طبعا المحاولات المسبوح بها للطالب انه يعدل في الامتحان طبعا واحدة فقط الحفز والعودة للمقرر طبعا تم انشاء امتحان ولكنه فارغ نضغط عليه حر الامتحان لاضافة الاسئلة الاسئلة طبعا هيتم وضع هنا نضغط اضافة سؤال او from question bank بنك الاسئلة او اضافة سؤال عشوائي نضغط الى اضافة سؤال اي سؤال سوف يتم وضعه سوف يوضع في بنك الاسئلة في عندنا خيارات مرتبة choice صحة وخطأ اختار متعدد صحة وخطأ توصيل انصر مقالي في خيارات اخرى اختار متعدد اضف هيتم تبتيب الاسئلة انه هو للمقادمة في الحسوب السؤال الاول اختار الاجابة الصحيحة الان مثلا مكونات المادية الحاسب علامة السؤال درجة واحدة جنر الفيدباك لو معطى اجابة واحدة هي اجابة واحدة فقط الان الخيارات لدينا الخيار الاول البرامج مثلا طبعا مدام اجابة خاطئ لا يوجد درجة الشاشة 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 مادية فهيوجد درجة فأعطيها درجة 100% الخيار الثالث نضعه الورد مثلا طبعا الفيدباك انه لو اجابة خاطئ يظهر له الخيار الثالث الفوتوشوب مثلا طبعا عدد الخيارات احنا بنتحكم فيه انه عندي خيار 2 3 4 او ازيد اضافة 3 خيار فارغة طبعا انا بكتفي انه 4 خيار خلينا نشوف الطالب كيف هيشوف السؤال او الامتحان بروح على نفس الشيء تحويل الى دور الطالب نضع امتحان عدد محاولات واحد موعده او تاريخه 13 مارس الجمعة بيكون الساعة الواحدة هيتم اغلاقه الساعة 2 مدد امتحان الساعة واحدة فقط طبعا انا مش هزل الطالب انه لا يوجد اذا حددنا نفس الموعد او نفس الوقت الاني خلينا نرجع ونعمل تعديل الوقت الان انا في دور الطالب اعدل الدور اذهب الى تشغيل التحرير نذهب الى الامتحان نضط عليه حر الامتحان نضف اي سؤال اخر اضافة سؤال اخر وكذا الى ان يتم الامتحان بالكامل نذهب الى تعديل الوقت حرر تغيير عددات الامتحان الى سيتم تغيير اليوم الى 12 الشهر وهنا الى 12 الشهر ويتم اغلاق الامتحان الساعة الثامنة حفظوا العودة للمقرر دور ايضا الامتحان الامتحان الاول قم بمحاولة الامتحان الآن start مكونات المادية للحسوب اختار إجابة اخترت إجابة صحيحة الشاشة تمام المحاولة عن نهاية الامتحان سلم من جميع وأنهي سوف يظل للطالب إنه إجابة صحيحة correct answer is الشاشة وهكذا تظهر لها quiz navigation إنه صحيح الإجابة وهيكا يكون إنه عتمان درجة واحدة للطالب وشكرا